انا بصراحة انا معرفش هل لو احد الاندية لتمنتشر اللي موجودين بعد جواب لاتحاد الكورة الرد اولا الجواب ده حيبقى موجود ولا مش حيبقى موجود ممكن يستخبى الله اعلم بعد اللي احنا شفناه وبعد اللي احنا شايفينه في الشهرين اللي فاتوا دول او من يوم تسعتاشر واحد جالة جواب من الاتحاد الافريقي بيطالب النادي او بيطالب الاتحاد المصري لكورة القدم بيقوله لو سمحت عندك سبع ايفنتات لو عايزت تنظم منهم ابعت وقول اشيل بعد شهرين او ثلاث شهور انا اسف اربعتاشر اربعة ابعت جواب للوزارة متشال منه اتنين فده يقول ايه اللي انا بقوله لحضراتكو ده يخليني انا اي نادي الاهلي او اي نادي اخر لو بعت جواب للاتحاد هو انا ضامن ايه اللي ممكن يحصل مبقاش فيه ثقة الثقة انتهت بدري بدري هل بعد كده انا ممكن ابعت جواب ما ممكن بقى ياخد كلمة بالجواب ده وبعدين يخبيه شهرين وقالك لا ما فيش حاجات لي اعمل ايه طيب اقول ايه زي ما الاستاذ واليد العطار مش انا اللي بقول هو الدكتور واليد العطار قال ايه ممكن يطلع لها في الصلاحات الافيزيونية اقول ان احنا مجلناش حاج يبقى لازم تبقوا عارفين حجم الكارسة اللي احنا بنعيشها مع اتحاد كرة القدم من بدري احو احنا بنقول من بدري وبالمناسبة لما بيحصل حاجة حلوة بنقول عليه وبالمناسبة برضو مرة تانية كل الموجودين في اتحاد كرة القدم كلهم بدون استثناء اصدقائي واخواتي وليهم اخواتي وحبيبي ولو اكتر من كده عايز تقول قول بس انا ده شكل ده حاجة جماعة يجب ان يتم حل مثل هذه الامور واحد بقيمة حزم امام طبعا كلعب وكل حاجة ولكن ايضا القيمة الادارية حزم امام بقاله فترة طويلة جدا بيشتغل في اتحاد كرة القدم هل ما تعلمش مثلا حزم امام بيتعلم وحزم من النجوم الكبيرة جدا جدا وفي السلك الاداري في نادي الزمالك طيب الاستاذ جمال علام استاذ خالد درندالي الاستاذ اللي هو حزم مشهور كل الناس دي ليها باع كبير جدا بركات يمكن لسه اول مرة عشان محدش يقولي انت ساكت على بركاتي لا انا بقول ان بركات يمكن لسه اول مرة وكل اللي موجودين الحاجة عامل حسين بما له من باع طويل جدا فيه في الادارة الرياضية هل الناس دي كلها مش عارفة ازاي تحل الموضوع ما عرفش وكل ده حيرجع على مين كل الاداري اللي هتشارك في افريقيا انا يخصني النادي الاهلي هل النادي الاهلي بقى حيقعد وكابتن خطيب مع لجنة التخطيط يعودوا يقولوا هنحل احنا الازمة دي ازاي والنادي الاهلي يلاقي حل للموضوع وبعدين يمرروا للاتحاد عشان الاتحاد يحاول يحل مرة تانية ونخش في الازمة وهي هي الدورة اللي بتعدي كل سنة طب انا بكلم حضراتكم من دلوقتي اهو بكلم حضراتكم من دلوقتي ده موجودة هذه الازمة موجودة من السنة الماضية وبرضو اتحاد الكورة ولجنة المستبقات لم تستوعب الدرس عشان للأسف مش في دماغه بدل ما يكون فيه تفكير في حل السلبيات او حل للازمة لانها ازمة فاكرين زي ما اقولك الدورة العميق اتحلت الموسم اللي فات بشكل مضحك يعني محصلش بدولة باسم مصر يعني مسؤولي اتحاد الكورة انا بقول لحضراتكم من دلوقتي فيه ازمة هتقابلكم خلال الفترة القادمة وانا عارف ان انتوا اصلا مش واخدين بالكم من هذا الكلام لانه يجب ان يكون هناك سرعة في التحرك والتفكير مش بعد خراب ملطة وتعمله زي ما حصل الموسم اللي فات فرق لا تستحق المشاركة في البطولة الافريقية وحتشارك وفرق اللي هي بتستحق تقعد على الكنبة تتفرج على البطولة في البيت طيب دا يرد مين دا عدل الفين العدل فين هو انت عمل بطولة الدوري لمين واحد يستحق وما رحش مضيعت عليهم بقى مجود كبير جدا مادي ومعناوي والناس دي صرفت عشان تبقى في المركز الرابع حلوا حاولوا تحلوا حاولوا تشوفوا الموضوع ماشي ازاي وتحلوه لانه وانا بقول لحضراتكم من دلوقتي انا اللي يهمني في القصة دي بصراحة النادل اهلي النادل اهلي ايه اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية النادل اهلي حيبقى مجبر انه هو يقيد بعض اللاعبين عموما حنشوف اتعاد كرة القدم حيعمل ايه خصوصا يعني 30 ناوستس مش بعيد يعني ولا الاسبوع الاول من يوليو برضو بعيد يجب ان يكون هناك حل ويتم الاعلان عنه الايام اللي احنا موجودين فيها دي